بالنسبة لنا ميدي تعتبر كانت فاقطة منذ فترة ولكن كانت محاصرة وكانت عبارة عن هدف مشلوء الغير قادر على الحركة في هذه العملية الخاطفة تم تحرير اتخاذ قرار بإخلائها من بعض المقاتلين تم الآن إخلاء المناطق الشرقية والأحياء الشرقية من المدينة وهناك فرق هندسية وفرق تحديد الألغام والعبوات الناسفة لتمشيط بقية الأحياء ومطاردة بقية فلول الحديد نعم ما الذي تهدف إليه المنطقة العسكرية الخامسة في استراتيجيتها العسكرية الجديدة هل فقط استعادة مدينة ميدي أم الانتقال أيضا إلى الحديدة كما تهدف قوات الجيش الوطني بشكل عام في الحقيقة بالنسبة للإستراتيجية والخطة الموكلة إلى المنطقة العسكرية الخامسة هي تحرير الساحل الغربي وصولها إلى الحديدة بالنسبة لميدي مثل ما قلت في عدة مقابلات بأنها كانت عبارة عن مدينة هدف مشلول والآن تحريرها عبارة عن تحصيل حاصل قواتنا تعدت ميدي أصبحت تمشت على وادي حيران وأكثر من حوالي 15 كيلو جنيه جنوب ميدي على الساحل اتخاذ القرار بإخلاء مدينة ميدي من فلول الحوثيين والانقلابيين كانت سريعة وأصبحت الآن حتى نستطيع التقدم إلى ما بعد ميدي ووصولها إلى الحديدة نعم لكن سيادة العقيد والعميد هذه المناطق التي تم الوصول إليها هذه المرة هل سبق وأن وصل إليها الجيش الوطني في عمليات سابقة أم أنها مواقع جديدة تم تحريرها هذه المرة لا هذه مواقع جديدة تم تحريرها في داخل ميدي نفسها المدينة نفسها في البداية كانت عبارة عن محاصرة تم الوصول إلى أطراف المدينة من أكثر من 16 شهر كانت شبه محاصرة تم إغلاق المنافذ تماما قبل ما يبقوا بالشهرين تم حصارها وتركها حتى أصبح الوقت مناسب لتحريرها بأقل خسائر نعم كيف تسير العملية العسكرية حاليا وسط حقول الألغام التي زرعتها الميليشيا في جبهة ميدي الساحلية حقيقة الحقول الألغام والأبوات الناسفة التي تم تفخيخ كثير من المباني التي داخل المدينة يتعامل معها المهندسون في المنطقة الأسكرية الخامسة فرق الهندسة تتعامل بصعوبة حقيقة في تفخيخ مثل هذه الألغام والأبوات الناسفة التي تم تفخيخ كثير من المباني الحكومية وأيضا مباني المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر